لم تكت تمضي سنة على الاجتياح الأمريكي للعراق حتى اصطدمت القوات الغازية بأول معركة عسكرية شرسة مع سكان مدينة الفلوجة استمرت لنحو شهر شرارة معركة الفلوجة الأولى اندلعت على خلفية حصار القوات الأمريكية ومنع الدخول والخروج من المدينة بعد مقتل أربعة من عناصر شركة بلاكواتر الأمريكية لتنطلق محاولات قوات الاحتلال لاقتحام المدينة والسيطرة عليها فتصدى لها المقاومون مكبدين جيش الاحتلال خسائر بشرية ومادية لم يتوقح كبار القادة الأمريكيون حتى أن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش احترف بأن قواته في الفلوجة واجهت أياما قاسية استطاع المقاومون في الفلوجة من إحكام سيطرتهم على المدينة ومنع القوات الأمريكية من التوغل إلى داخلها وأحدثوا إرباكا للقوات المهاجمة وكان هذا باستعمال أسلحة بسيطة ما أحدث خللا في صفوف القوات الأمريكية المهاجمة لتلجأ بعد ذلك إلى اعتماد القصف العشوائي للبيوت مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنين العزل لتصبح الفلوجة المدينة الوحيدة في العراق الخالية من وجود القوات الأمريكية ولنحو تسعة شهور معركة الفلوجة الأولى التي كانت أولى المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال الأمريكية كانت رسالة شعبية واضحة للاحتلال أن الشعب العراقي أو الجزء الأعظم منه يرفض الاحتلال كما كانت نقطة الانطلاق لمشروع المقاومة الوطنية العراقية التي خاضت معارك ضارية في بغداد والموصل وصلاح الدين والديالة وغيرها وهو المشروع الوطني الذي ما زالت تقوم به القوى الوطنية العراقية في التصدي للمشروعين الأمريكي والإيراني وميليشياتها وأحزابها الطائفية وعمليته السياسية الفاسدة